تمسك العاملون بوزارة السياحة والآثار والحياء البرية ببقاء مؤسستهم كوزارة رافضين اتجاه تحويلها إلى هيئة تدبع إلى إحدى الوزارات وقطع عدد منهم بأهمية بقاء السياحة كوزارة وتعيين وزير لأهميتها الاقتصادية والسياسية الكبرى يمكن من خلالها أبرز أو إبراز صورة السودان للعالم الخارجي السودان بلد مترام الأطراف عريق وضاربة حضارته في القدم ومنذ تكون حضارة كرامة كوش فيما قبل التاريخ الميلادي ظل يراكم إرثه الحضاري عبر ممالك نبتة مروي والدويلات المسيحية وصولا إلى الممالك الإسلامية كل هذا الثراء الحضاري خلف آثارا غامضة وتنوعا حضاريا جاذبا للسياح وحتى العام الماضي كانت السياحة تشكل أكثر من 2% من الناتج الإجمالي المحلي والتي تنقسم إلى سياحة أثرية دينية وطبيعية بحثا عن الصيد والتمتع بجمال الطبيعة يعزز ذلك العدد الهائل من البعثات الأثرية الأجنبية التي تعمل في الاستكشافات الأثرية في مختلف بقاع السودان والتي تتبع لأعرق الجامعات الأوروبية والأمريكية كل هذه المقاومات التي تتطلب جهودا مقدرة لإدارتها باعتبارها من ركائز عاش الاقتصاد بالبلاد جعلت العاملين بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية يتمسكون ببقاء مؤسستهم كوزارة رافضين اتجاه تحويلها إلى هيئة تتبع إلى إحدى الوزارات إن السياحة من الموارد الهادئة التي تفتح بابا لدخول النقد الأجنبي للبلاد كما أنها تنعش وتشجع الاستثمار الخارجي فهل ستتلاعب بها الحكومة الجديدة أم ستلبسها ثوب المدنية وتعيد لها ثقالها بين الوزارات